ايه اللي هيحصل لو اعتبرت الالكترون عبارة عن طبق جيلي؟ ايه؟ هتاكلوا؟ طبعا في الحلقة السلام عليكم عرفنا الحلقة اللي فاتت انه برتوقع ان الزرة عبارة عن نواه مشحونة بشحنة مجابة وبتدور حواليها الالكترونيات السالبة في مدارات سابتة ومحددة وقدر بالنموذج ده انه يفسر طيف زرة الهايدروجين الا انه ما قدرش يفسر باقي اطياف العناصر ولا قدر انه يفسر طيف زرة الهايدروجين نفسها تحت تأثير المجال المغناطيسي وعرفنا كمان ان البرت عينشتاين توقع من خلال الظاهرة الكهروضوئية ان الضوء عبارة عن موجة وجسيم في نفس الوقت وده اللي خلت بروي هو كمان يتوقع ان الالكترون نفسه عبارة عن موجة وجسيم في نفس الوقت وقدر انه يحسب طول وقت الالكترون في كل مدار من مدارات الزرة بشكل رياضي حتى قبل ما يتم إثبات الكلام ده بشكل عملي إلا أن بعد منه جه دافيسون وجيرمر وأثبته أن الالكترون بيتداخل زي الموجات وأثبته بشكل تجريبي وعملي وجهة نظر ديبروئي وده اللي خلى شرودينجر يقول أن بور أخطأ في دراس الالكترون كجسيم وإن لو جينا وعدنا نفس الكلام اللي عملوا بور بس اتعاملنا مع الالكترون بالمعادلات اللي بتوصف الموجات مش اللي بتوصف الجزائمات من المفترض أننا نحل كل المشاكل اللي قبلها بور وأول خطوة عملها شرودينجر أن جابت دلة اللي بتوصف الموجة من معادلة دولمبير واللي كانت بتقول أن الدلة الموجية أو الإبصاي بتساوي A sin Kx-OmT واتفقنا أن الإيه دي هي سعة الموجة أو الأمبليتود اللي بيمثل أقصى ارتفاع ممكن أن تعمله الموجة والكي دي هي العدد الموجي أو الوايف نمبر وده بيمثل عدد الموجات اللي بتعملها الموجة في مسافة معينة وليكن المتر والأوميجا هي الأنجولار فريكوانسي أو التردد الزاوي وده بيمثل عدد الموجات اللي بتعملها الموجة في وحدة الزمن أو في الثانية وطبعا أنت عارف من الحلقة اللي فاتت أن العدد الموجي ده بيساوي 2π على طول الموجة وعارف برضو أن التردد الزاوي أو الأوميجا بيساوي 2π على زمن الموجة ولو مش فاكر ارجع للحلقة اللي فاتت بس بما ان واحد على زمن الموجة بيساوي التردد فممكن انك تشيل واحد على الزمن وتكتب مكانه التردد ويبقى التردد الزاوي بيساوي 2 باي في التردد العادي والمفروض بقى ان شوردينجر يستخدم الدلال قدامك دي عشان يوصف بقى الالكترون وبالتالي لازم تتوقع انه كل هدفه ان يجيب العوامل اللي بتتحكم في الطول الموجة بتاع موجة الالكترون والعوامل اللي بتتحكم في التردد بتاع الموجة دي عشان يقدر يفهم في النهاية الموجة بتتحرك ازاي بس في الفيزيا دايما عشان تقدر انك تفهم سيستم معقد لازم تبدأ الاول بسيستم بسيط وتتدرج منه في التعقيد ماينفعش انك تبدأ في وصف سيستم معقد من البداية وإلا هتوب وهو ده اللي عمله شوردينجر بالزبط شوردينجر قال احنا هنفترض ان الالكترون بيتحرك في مستوى من بعد واحد فقط والمستوى ده موجود في بير عميق لانهائي واللي تقدر انك تعتبر ان هي دي الزرة الالكترون ده طبعا ما يعرفش حاجة اسمها فوق او تحت او قدام او وراء لانه موجود في بعد واحد فقط وبالتالي فكرة ان اقول على البعد الواحد ده مستوى ده مصطلح خاطئ بس يعني اتمنى تسمحني لاني هحتاج اقول مستوى بعد كده اما بالنسبة لاختيار شوردينجر اللي عمق اللانهائي ده فده هتعرف سببه كمان شوية تعالا بقى نفترض ان المستوى ده كان طوله قل وبما ان الالكترون اتفقنا انه عبارة عن موجة فتقدر تتوقع طول موجة الالكترون في المستوى ده هتكون قد ايه هتقول لي او انا حاوي او او اعرف من اين هقولك لان طبعا تعرف لان الموضوع مش مفتوح وسهل جدا تتوقعه زي ما بتقدر تعرف طول الموجة اللي بيعملها وطر موجود في عود او في جتار لو عندك وطر موجود في الجتار مثلا فانت تقدر تتوقع أطوال الموجات اللي بيعملها كالقاتي الوطر ده ممكن انه يعمل نص موجة مثلا ومدام نص الموجة دي طولها L فطول الموجة الكاملة هيكون عبارة عن 2L وهستأذنك تسمحلي ان نكتبها 2L على 1 وممكن برضو ان الوطر ده يعمل موجة كاملة ساعتها طول الموجة دي هيساوي طول المستوى او هيساوي L واسمحلي برضو ان نكتبها 2L على 2 اذا كان برضو ما عندكش معنع وممكن كمان انه يعمل موجة ونص وساعتها هيبقى طول الموجة الوحدة تلتين L وهي كده كده مكتوبة زي ما انا عايز فما تسمحليش المرات دي براحتك وممكن انه يعمل موجتين وساعتها هيبقى طول الموجة الوحدة نص L وهحتاج انك ترجع تاني تسمحلي ان نكتبها 2L على 4 ولو خدت بالك هتلاقي انه طول الموجة بيساوي 2L على 1 و2L على 2 و2L على 3 و2L على 4 الى مالة نهاية وبالتالي ممكن نقول كصغة عامة ان الطول الموجة بيساوي 2L على N والن دي عدد صحيح موجة ممكن يساوي 1 2 3 أو 4 الى مالة نهاية دي الاطوال الموجية المسموح لها انها تتعمل وبما ان عدد الموجات اللي ممكن تتعمل في المستوى او العدد الموجي بيساوي 2B على الطول الموجة واحنا عرفنا ان الطول الموجي بيساوي 2L على N فالعدد الموجي او عدد الموجات اللي ممكن يحصل جوا المستوى ده هيساوي 1B على L او 1B على طول المستوى وبما ان البي دي بتمثل نص موحيط الدايرة او نص الموجة فانت ممكن تقرأ العدد الموجي كالاتي كام نص موجة بتتعمل في المستوى اللي طوله L وبالتالي احنا كده عرفنا الكي او العدد الموجي والقيم اللي مسموح انه ياخدها اللي هو بيعرفنا شكل موجة الالكترون خلال مسافة معينة اللي هي طول المستوى اللي هو موجود فيه فاضل بس نعرف قيمة التردد هو كمان عشان نقدر نحدد شكل موجة الالكترون دي بيتحرك ازاي في الزمن ساعتها هيبقى مشاكلنا خزت وهنقدر نوصف الالكترون كموجة ونعرف بقى شكل الزرة ونحل مشاكل بور الا ان الحدوتة بتاع شكل الموجة دي في الزمن اطول نوعا ما ومحتاجة منك شوية صبر فاسمح لي ان اخد من وقتك ديقتين اتنين في اثبات رياضي واوعدك بعدها انك هتلاقي الامور بيت اوضح لو انت فاكر معانا فماكسب لانك في الحلقة العشرة من سلسلة مكونات الكون هو اول واحد ابتدى حفلة الكم دي لما قال ان طاقة الضوء ما هيش متصلة وعبارة عن حتت وكل ضوء شال حت الطاقة بتساوي ثابت تسمى على اسمه ثابت بلانج مضروب في تردد موجة الضوء واللي ممكن انك تقراها بشكل قلطف وتقول ان الطاقة هي التردد مضروب في ثابت وبما ان الالكترون هو كمان عبارة عن موجة ولها تردد فطاقة موجة هي كمان هتبقى عبارة عن تردده مضروب في ثابت وبالتالي تردد موجة الالكترون اللي احنا عايزينها هيساوي طاقته مقصومة على ثابت وكده انا عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة ان طاقة موجة ما هي الا صورة لتردد الموجة وتردد الموجة ما هي الا صورة لطاقتها تقدر انك تعتبر الاثنين حاجة واحدة وخليك دايما فاكر النقطة دي طاقة الالكترون او اي حاجة عموما هي عبارة عن مجموع طاقت الحركة وطاقت الوضع وفي حالتنا هنا لو انت فاكر احنا افترضنا ان الالكترون موجود في بير عميق لنهائي عشان تفهم ان مفيش حاجة اعمق من كده ممكن الالكترون يسقط فيها وبالتالي كده طاقة وضع الالكترون هتساوي صفر ولو مش فهم يعني ايه طاقة وضع وطاقة حركة كمفاهيم عامة فانا كنت عامل فيديو قبل كده بينقشهم ممكن انك ترجع له المهم ان كده طاقة الالكترون في المستوى اللي احنا افترضناه كلها عبارة عن طاقة حركة و احنا عارفين ان طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة بس معلش يعني احنا عايزين نتعامل مع الالكترون كموجة مش كجوسيم و احنا مش شايفين اي حاجة بتخص الموجة في المعادلة بتاع الطاقة الحركة لا فيه طبعا بس انت مش شايفها تعال كده واضرب طاقة الحركة دي في الكتلة ويقسم على الكتلة هتلاقي ان الطاقة هتساوي واحد على اثنين ام في مربع الكتلة في مربع السرعة والكتلة في السرعة انت عارف ان هي المومنتم وبالتالي مربعهم هيبقى مربع المومنتم وانا عارف ان الموضوع بدأ يظهر فيك الكعة كتير بس اتفقنا انك هتظهر معا دقيقة امال لو شغال على الموجب التخيلية كنت هتعمل فينا ايه المهم يا سيدي لو انت فاكر فادي بروي اسبت ان المومنتم بتاع موكتو الالكترون بيساوي ثابت بلانك على طول موكته واحنا لسه من ثواني حاسبين طول موكتو الالكترون عن طريق طول المستوى اللي الالكترون موجود فيه وللاقينا انها بتساوي 2L على N وبالتالي المومنتم هيساوي N في H على 2L يعني مربعه هيساوي N تربية في ال H تربية على 4L تربية اعوض بيبقى في معادلة الطاقة هتلاقي ان طاقة الالكترون بتساوي الكلام ده ولو خدت بالك هتلاقي ان المعادلة دي كلها ثوابت ثابت بلانك ده طبعا رقم ثابت التمانية برضو رقم ثابت طول المستوى اللي الالكترون موجود فيه برضو ثابت والمتغير الوحيد اللي عندك هو مربع ال N او مربع العدد الصحيح الموجب اللي هو نفسه بيعتمد عليه الطول الموجي وده طبعا تستنتج منه حاجة مهمة جدا ان طاقة الالكترون في كل مستوى بتتغير بتغير مربع العدد الصحيح ده وبتتناسب معاه تناسب طردي يعني لو ال N دي كانت بواحد لما الالكترون كان بيعمل نص موجة وافترضنا ان طاقة الموجة ساعتها بإي واحد فلما ال N هتبقى باثنين والالكترون هيبقى عامل موجة كاملة فالطاقة دي هتتناسب مع مربع الاثنين يعني هتساوي أربع أضعاف ال E واحد طب لو ال N بقيت بتلاتة فالطاقة هتتناسب مع مربع الثلاثة يعني هتبقى بتسع أضعاف ال E واحد وهكذا المهم اننا كده عرفنا طاقة الالكترون بتعتمد على ايه وبتتحسب ازاي بس احنا هنا جينا اساسا عشان التردد مش عشان الطاقة هقول لك ما انا لسه اقيل لك من شوية الطاقة هي صورة للتردد والتردد هو صورة للطاقة و احنا اتفقنا ان التردد هو عبارة عن الطاقة مقسومة على ثابت بلانك و احنا بقى معنا الطاقة اللي بتعتمد على مربع ال N وبالتالي التردد هو كمان هيعتمد على مربع ال N يعني تردد الموجة الكاملة اللي ال N فيها باثنين هيكون أربع أضعاف النص موجة اللي ال N فيها بواحد وتردد الموجة ونص اللي ال N فيها بثلاتة هيبقى بتسع أضعاف النص موجة وهكذا كل ما زادت الان بيزيد عدد موجات الالكترون في المستوى وبيزيد تقوطهم وبيزيد ترددهم بس معلش انت عمل تقول الان الان عدد صحيح احنا ما عرفناش اصلا ايه هي الان دي فعلا انا اسف بس قبل ما اقولك الان دي عبارة عن ايه بشكل مباشر تعال اول اخليك تحاول تستنتجها مش لما الان دي كانت بواحد عرفنا ان دي اقل طاقة ممكن يمتلكها الالكترون والان لما بقت باثنين عرفنا دي الطاقة الاعلى اللي بعدها مباشرة ولما بقت بتلاتة بقت دي الطاقة اللي بتليهم يبقى الان دي بتعبر عن مستوى الطاقة اللي موجود فيه الالكترون يعني لو الان دي كانت بواحد فاحنا بنقول ان الالكترون في مستوى الطاقة الاول ولو كانت باثنين فاحنا بنقول ان الالكترون موجود في مستوى الطاقة التاني ولو بتلاتة فابنقول ان الالكترون موجود في مستوى الطاقة التالت واخد بالك ان مستوى الطاقة هنا مش مقصود بمكان ده مقصود به مقدار طاقة يعني عندما نقول أن الإلكترون في مستوى الطاقة الثالث فنحن لا نبقى أن الإلكترون في الدور الثالث لكن نبقى أن الإلكترون جواه أعلى ثلاث طاقة يمكن أن يكتسبها لأننا الآن في بعد واحد وكما اتفقنا لمعانا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين تمام؟ تمام جدا وطبعا سمعك اللي بتقول هي مش الإن دي عدد الكم الرئيسي وأنا شايف كده أنك فرحان وحاسس بنتصار زايف أنك تعرف حاجات أكثر مني بس ما سمح لكش إحنا هنسميه عدد الكم الرئيسي لما تظهر بقى الأعداد مدام بقى أعداد الكم لسه ما ظهرتش فاسمح لي يعني هنسميه مستوى الطاقة بس بدام طاقت الإلكترون وتردده بطول الموجي كلهم بيعتمدوا على الإن دي فتعالا بقى نتجاهل كل السوابت اللي موجودة معنا في المعادلة ونعوض مكان التردد بمربع الإن وتعالا بقى نرتب المعادلة عشان يكون شكلها ألطف ونخليها كلها بدلالة الإن والإن في الدلة دي لوحدها بتعرفك كام نص موجة في مستوى الطاقة ومربع الإن بيعرفك الطاقات اللي شايلها الموجات دي وبيعرفك كمان التردد اللي بتتحرك به الموجات دي لحد هنا عظيم جدا وأنا بشكرك إنك قدرت تصبر معنا لحد اللحظة دي والمفروض بقى إننا وصلنا للدلة اللي هتوصف في الموجة ومشاكلنا كلها تتحل بس الخبر الغير سعيد إنها للأسف متحلتش لأنك لو مركز كويس هتعرف إن أنا عندي مشكلة ضخمة جدا قالوا وهي إن الموجة دي بتتحرك فين لو أنت فاكر فأنا من البداية مفترض إن الإلكترون بيتحرك في بعض واحد فقط وزي ما أنت شايف كده فما شاء الله يعني الموجة عمالة بتترقص فوق وتحت فإحنا كده معلش يعني بنشتغل بعض لأن الموجة دي كده ملهاش وجود مادي فإزاي حاجة ملهاش وجود مادي توصف حاجة لها وجود مادي وهنا يتدخل العالم الألماني ماكس بورن وقال ليا جماعة ما تجدونا اعتبر ان الموجه دي فعلا ملحش وجود مادّي مشكله قالوا لهم مال هي عبارها ايس يا عامي ماكس الموجة بتعبر عن احتمالات تواجده للإلكترون أو موجه من الاحتمالات في الاماكن في أداء الموجة بيكون ارتفاعها كبير فاشتما تقن Спال gagnсп ед وفي أماكن التي موجة فيها بيكون ارتفاعها قليل بيقال لما تقنistant campeнев Satin بس كدا في مشكله تانية الموجة دايماً بيكون لها جزء موجب وجزء سالب والمفروض ان كده الاتنين mieuxحسن وده معناه انِ احتمالية التوجد الإلكترون في المستوى كله هتكون بصفر او يعني الالكترون كده مش موجود وانا مشكلة ولا حاجة ربنا ليجب مشكل احنا مش هنخلي دلة الموجة اللي اتعبر عن احتمالية التوجود الإلكترون احنا هنخلي مربع دلة الموجة هو اللي يعبر عن الاحتمالية وبكده هنخلص من الجزء السالب اللي موجود في الموجة وبالتالي بمجرد ما تيجي وتربع الدلة هتلاقي ان اشكال الموجات اتغيرت واصبحت بالشكل ده كل الاجزاء فيها بقت موجبة وما عادش في اجزاء بتنغي بعضها ومن اللحظة دي دلة الموجة نفسها او الابصاي هتقل اهميتها ومعظم تعاملنا هيبقى مع مربع دلة الموجة او مربع الابصاي ولو جيت تشوف احتمالية تواجد الالكترون في مستوى الطاقة الاول او في الان واحد هتلاقي ان احتمالية تواجد الالكترون بتكون اعلى ما يمكن في منتصف المستوى واحتمالية التواجد دي بتقل كل ما بعدت نحية الاطراف يعني لو جيت مدت ايدك عشان تجيب الالكترون من مستوى الطاقة ده ففي الغالب الالكترون هتلاقي موجود في نص المستوى ولو جيت تشوف احتمالية التواجد في مستوى الطاقة التاني او في الان اتنين هتلاقي ان الاحتمالية الاعلى بقتعجن بين واحتمالية تواجد الالكترون بتنعدم تماما في منتصف المستوى وهتلاقي ان احتمالية تواجد الالكترون بتختلف في كل مستوى عن التاني لكن اهم ما يميز الاحتمالية دي انها ثابتة وما بتتغيرش في مستوى الطاقة الواحد في المستوى الاول مثلا اعلى احتمالية دايما موجودة في المنتصف وفي التاني اعلى احتمالية دايما موجودة على الجنبين وسبقات الاحتمالية ده وكأنه بيقولك ان الالكترون ما كانه ثابت وما بتغيرش وده طبعا شيء في منتهى الاهمية وبيفسر مشكلة كبيرة كان وقع فيها بور بس قبل ما اقولك الكلام ده مهم في ايه فانا عارف ان زمانك بتقول في سرك يا عم انت بتخم انت مورتناش تغير مربع الموجة دي بالنسبة للزمن انت موررنا شكلها بس في المسافة غير بس في الزمن وخلا نشوف الاحتمالية دي سابتة فعلا ولا بتتغير هقولك انت فعلا معاك حق ومربع دلة الموجة بيتغير مع الزمن لان حتى بعد التربية فعمل الزمن لسه موجود في المعادلة وده وجيت تشوف تحرك مربع دلة الموجة دي بالنسبة للزمن هتلاقي انه بيتحرك بالمنظر ده وطبعا الحركة دي ما تنفعش لان كده الموجة بتختفي وما ينفعش ان الموجة تختفي لان الكلام ده معناه ان الالكترون نفسه في مستوى الطاقة بيختفي وكده وكي انك بتقول ان المادة هتفنة والكلام ده مش مصبوط بس خلينا اقول لك ان المشكلة دي ظهرت لاننا شغالين في الحلقات المفتوحة على دلة موجة حقيقية للتبسيط والمفروض اننا نكون بنتعامل مع دلة موجة تخيولية زي اللي اشتغل عليها شرودينجر ومع ذلك فحتى والموجة دي بتختفي فاعلى احتمالية موجودة دايما في المنتصف فتقدر تعتبر ان الاحتمالية ثابتة وان اعلى قيمة لها دايما موجودة في المنتصف لكن طبعا لو حيب تعرف ازاي الموجة الخالية بتتعامل مع المشكلة دي فتقدر تتابع السلسلة اللي شغالين فيها على الموجة التخيولية واللي هتلاقيها على القناة وهتقدر انك تشوفها لو كنت واحد من المنتسبين في القناة او واحد من اللي بيدعمونا على الباتريون المهم يا سيدي اللي انا عايز اقوله ان مع تربيع دلة الموجة في احتمالية تواجد الالكترون في اي مستوى من مستوىات الطاقة بتكون ثابتة ومش بتتغير وعشان كده بيسموا مستوىات الطاقة دي بالستيشنري ستيتس او مستوىات الطاقة المستقرة وده زي ما قلتلك شيء مهم جدا لانه بيفسر ليه الالكترون ما بيشاعش ضوء طول ما هو موجود في مستوىات الطاقة دي وليه ما بيسقطش جوه الزرة والزرة بتنهار لو انت فاكر في الحلقة التاسعة من سلسلة المكونات ماكسيول وهيرتز قالوا ان الضوء بيطلع لما الشحنات بتتحرك وبناء على الكلام ده لما جي نيلزبور وقال ان الزرة شبه المجموعة الشمسية عبارة عن نواة موجبة وبتدور حولها الالكترونات اتهاجم وقالوا له كده الالكترونات دي هتطلع ضوء ولما اطلع ضوء طاقتها هتقل وبالتالي الالكترونات دي هتسقط جوه النواة والزرة هتنهار والكلام ده مش بيحصل على ارض الواقع فاضطر نيلزبور اسفا يفترض ان الالكترونات اثناء دورانها في مستوى الطاقة ما بتشعش ضوء طب ليه الكلام ده عامو بور قال كده كده اللي هو ازاي يعني قال كده يعني كده هي بتتصرف كده احفظوها كده وللأسف ما كانش عنده تفسير مقنع للي بيحصل لكن هنا لما تعملنا مع الالكترون كموجة بقعدنا تفسير مقنع وهو ان احتمالية تواجد الالكترون في مستوى الطاقة المستقرة اساسا ما بتتغيرش وبالتالي تقدر تعتبر ان الالكترون ما بيتحركش ومدام ما بيتحركش هيطلع ضوء ليه ولاحظ انك بمجرد ما بدأت تتعامل مع الالكترون على النموجة المشاكل اللي قابلها بور بدأت واحدة واحدة بتتحل ومع ذلك فاحنا عرفنا صحيح ليه الالكترون ما بيطلعش ضوء بس احنا مشكلتنا الاكبر هو ليه بيطلع ضوء احنا وصلنا للمرحلة دي عشان نفسر اطياف العمصر دي كانت مشكلتنا الرئيسية ولو انت فاكر فابول برضو قال ان زي ما الالكترون في مستوى الطاقة المستقر ما بيطلعش ضوء لكنه في نفس الوقت قال ان الالكترون لما بياخد طاقة بيتنقل لمستوى طاقة اعلى وبعد كده بيرجع يفقد الطاقة اللي اخدها دي في صورة فوتون ضوء وينزل تاني لمستواه المستقر والانتقالات المختلفة للالكترونات في مستوى الطاقة المختلفة بينتج عنها اضواء بالوان مختلفة وقدر بالتفسير ده يحسب ترددات الاضواء اللي بتطلع من زرة الهيدروجين او يعني فصر طيف زرة الهيدروجين هو صحيح ما فصرش غيره بس على الاقل اهو فصر حاجة فهل هتقدر افكار شرودينجر عن الالكترون كموجة تفسر للاضواء اللي بتطلع من باقي الزرات قالقى طبعا دي تفسر ونص كمان مستوى الطاقة اللي بيكون فيها الالكترون طاقته ثابتة واحتمالية تواجده ثابتة واللي سميناها ستيشر استيتس بيكون فيها الالكترون قاعد في حاله لا بيهش ولا بينش بس دوم الحال من المحال والالكترون الهادي اللي كافي خيره شره ده اول ما بيكتسب طاقة بيتعفرت وتعالوا نفترض ان معانا الالكترون موجود في مستوى الطاقة الاول فالدل الموجية بتاعته الان فيها هتكون بواحد وهتبقى في الصغة دي والموجة بتاعته هتتحرج بالشكل ده تعالوا نفترض بقى اننا بدينا له طاقة مقدرها الفارق ما بين مستوى الطاقة الاول ومستوى الطاقة التاني على حسب كلام بور فالمفترض انه بيختفي من المستوى الطاقة الاول ويظهر في المستوى الطاقة التاني بدون ما يقطع المسافة من بينهم وكأنه نعمل انواع السحر بس احنا المفروض باننا بنتعامل مع موجة فاكيد ممكن تتوقع ان حسب كلام شروتينجر ان موجة المستوى الاول بتتحول لموجة المستوى التاني بس الحسن الحظ الموجات ما بتصرفش كده وعشان تفهم اللي بيحصل تعال اديك مثال يفاهمك الموجة هتصرف ازاي ايه اللي هيحصل لو جيت ورميت حجر في بركة مية وعمل موجة وجيت بعد كده ورميت حجر تاني فالمفروض ان الموجة الاولى مواصفاتها هتتغير سواء بقى عددها الموجي او ترددها بس الاكيد ان الموجة الجديدة مش هتبقى شبه الموجة اللي بيعملها الحجر الاول لو ترمل واحده ولا هتبقى شبه الموجة اللي بيعملها الحجر التاني لو ترمل واحده انما الموجة الجديدة هتبقى عبارة عن موجة محصلة للموجتين أو عبارة عن مجموع دلة الموجة اللي بيعملها الحجر الأول ودلة الموجة اللي بيعملها الحجر الثاني نفس الكلام برضو بينطبق على موجة الإلكترون الموجة الجديدة اللي هتتكون لما الإلكترون ياخد طاقة هتبقى عبارة عن مجموع موجة المستوى الأول زائد موجة المستوى الثاني وعملية الجامعة اللي بتحصل للموجة دي هي اللي بنسميها التراكب أو السوبر بوزيشن وبنقول تراكب او سوبر بوزيشن لان الموجتين في الحاله دي بيكونوا موجودين وراكبين فوق بعض وبنقول ساعتها قالاللكترون إنه في اللو değerstated state أو في حالة استحارة طيب بالنسبة للا مكان الإلكترون جوا الموجة الجديدة المتراكبة دي بيكون فين وإحتمالية التواجده هتبقى عاملة إزاي أقولك عشان تعرف مكان الإلكترون لازم تحسب إحتمالية التواجد واحتمالية التواجد هنا هتبقى عبارة عن مربع دلة الموجة الجديدة اللي تكونت اللي هي عبارة عن مجموع المجتين اللي راجبين فوق بعض ولما تيجي وتشوف الاحتمالية بتتغير ازاي في مربع عدلة الموجة الجديدة دي هتكتشف ان الاحتمالية ما بقيتش ثابتة زي مستويات الطاقة المستقرة وانها بقيت بتتغير بمرور الوقت وده تقدر تعتبره مجازا ان الالكترون كده بيتحرك وبيغير من مكانه بمرور الوقت ومدام الالكترون المشحون بيتحرك فهيطلع ضوء واذا كان الالكترون اخد طاقة مقدرها الفرق في الطاقة ما بين مستوى الطاقة الاول والثاني او ثلاثة اي واحد فموقت المفروض هتتحرك بتردد هيساوي ثلاثة اي واحد وهيطلع ضوء طاقته وتردده هما كمان هيبقوا عبارة عن ثلاثة اي واحد ومجرد ما الضوء ده هيطلع الالكترون كده فقد الطاقة وهيرجع تاني للمستوى المستقر اللي احتمالية التواجد فيه بتكون ثابتة وبالشكل ده بقى فيه تفسير منطقي لازاي الضوء بيطلع من الزرة وعشان اوصل لك الفكرة اكتر تعال نعتبر ان الالكترون عبارة عن طبق جيلي موجود جوه التلاجة فتيجي تفتح التلاجة فيفضل الجيلي ده يتهز لحد ما يفقد الطاقة اللي اخدها ويرجع تاني لوضع المستقر فتقدر تعتبر ان الالكترون عامل زي طبق الجيلي ده طب لو الالكترون جه وخد طاقة قدي الفرق في الطاقة ما بين مستوى الطاقة الاول والثالث فالموجة بتاعته هتبقى عبارة عن سوبر بوزيشن ما بين موجة المستوى الاول والثاني والثالث وعشان نعرف الالكترون موجود فين في الموجة الجديدة دي هنربعها وبمجرد ما تربعها هتكتشف ان الاحتمالية برضو مش ثابتة وعمالة بتتغير وكأن الالكترون بيتحرك ومدام بيتحرك فالمفروض انه هيطلع ضوء بس المرات الالكترون قدامه طريق من اتنين يقام ما يفقد الطاقة اللي خدها كلها كده على بعضها في صرف فوتون ضوء بلون وطاقة وتردد قد الفرق في الطاقة ما بين طاقت المستوى الاول والمستوى التالث وساعتها هيرجع الالكترون تاني لمستوى المستقر اللي الاحتمالية فيه ثابتة وما بتضيرش أو انه يعمل الموضوع دي على مراحل ممكن انه يفقد فوتون ضوء طاقته وتردده قد الفرق ما بين طاقت وتردد المستوى التالث والثاني وساعتها الإلكترون بتاعنا هيبقى مزال عبارة عن Superposition ما بين موجة المستوى الأول والتاني فقط ومدام لسه في Superposition أو Excited State فالاحتمالية كده برضو هكون لسه بتلعب ومدام بتلعب فالإلكترون هيطلع ضوء جديد بلون وطاقة وتردد جداد وأول ما يطلعه هيرجع تاني للمستوى المستقر اللي احتمالية في سبتة والإلكترون يهدى كده ويركز وما يطلعش أي أضواء ولا يفقد أي طاقة شرودينجر بالشكل ده قدر هو كمان يفصر ألوان الأضواء اللي بتطلع من سرة الهيدروجين أو يفصر طف الهيدروجين إلا أننا لسه مقدرناش نفسر أي حاجة زيادة عن اللي فصرها بور يا دوب هي زرة واحدة جواها إلكترون وحيد ومازالت أطياف بقى العناصر ما تفسرتش حتى طف زرة الهيدروجين نفسها تحت تأثير المجال المغناطيسي لسه ما تفسرش لماذا النموذج بتاعك ما تفسرش الكلام ده يا عم شرودينجر قال لي سبب بسيط جدا أن الزرة ما هيش بعد واحد مش عبارة عن خط بسيط مالوش فوق وتحت ولايمين أو شمال الزرة عبارة عن كورة ثلاثية الأبعاد وبالتالي عشان نفهم الزرة لازم ندرس الدلة دي في الثلاث أبعاد مش في بعد واحد بس ازاي دراست الزرة في الثلاث أبعاد هيعرفنا الشكل الزرة ويفصر باقي أطياف العناصر وايه هي حكاية الأربطالات وأعداد الكام والإس إس بإس بإس دبس دبس وكل التعويزات الغريبة اللي يما حفظناها دي بدون ما نفهمها هذا ما سنعرفه ولكن في الحلقات القادمة وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقة الجديدة تنزل وطبعا ما تنساش أننا هنا بنتعامل مع موجوة حقيقية لكن لو حابب تعرف إزاي شرودينجر كان بيتعامل مع الموجوة الخيالية وتفهم المعادلة الموجية لشرودينجر برياضياتها التقيلة فبمجرد ما تقفل الحلقة دي هتلاقي حلقة تانية موجودة على القناة هتقدر تشوفها لو كنت واحد من المنتسبين في القناة أو واحد من اللي بيدعمون على الباتريون سلام ترجمة نانسي قنقر